موسيقى إليكم تذكيرا بأبرز عنوين الحر الليلة تابعنا في الساعة الأولى ما هي الخيارات المفتوحة التي لوحت مصر باللجوء إليها في مواجهة مضي إثيوبيا ببناء سد النهضة تابعنا أيضا إلى أين تمضي حرب السفن بين إيران وإسرائيل وهل تمهد لصراع مفتوح بين الطرفين نتابع في هذه الساعة هل انتهت قضية زعزعة النظام في الأردن من حرك الفتنة التي وئدت حسب وصف العاهل الأردني الولايات المتحدة الأمريكية عادت وكذلك ديبلوماسيتها هذا ما أكده الرئيس جو بايدن منذ فوزه بالانتخابات مؤكدا وفي مناسبات عدة تمسك واشنطن في التعاون مع حلفائها وأصدقائها بايدن أكد السعداد الولايات المتحدة لأن تكون شريكة لإفريقيا في التضامن والدعم والاحترام المتبادل وذلك في رسالة وجهها بايدن لقمة الاتحاد الإفريقي ومن ضمنهم الجزائر التي شهدت وتشهد منذ عامين تطورات سياسية لافتة لنقاش ذلك ينضم إلينا من العاصمة الجزائرية جوتام رانا القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية بالجزائر مرحبا بك سيد جوتام بداية هناك تطورات سياسية حاصلة في الجزائر في الفترة الأخيرة هناك تطور في هذه العلاقات ما بين الولايات المتحدة والجزائر استأنف الحراك الشعبي في الجمعات الأخيرة استأنف العودة من جديد إلى الشوارع كيف تنظرون إلى كل ذلك الولايات المتحدة تروج للديمقراطية والمؤسسات الديمقراطية في أنحاء العالم هذه واحدة من قيمنا الأساسية في السياسة الخارجية وهذا يشمل الترويج لحقوق الإنسان وسيادة القانون وتقوية المؤسسات بما في ذلك بالطبع الحاجة للانتخابات النزيهة فيما يتعلق بالجزائر الولايات المتحدة تدعم حق الشعب الجزائري في التعبير عن رأيه والتظاهر بطريقة سلمية وفي نهاية المطاف هذه مسألة خاصة بالجزائر والأمر يعود للشعب الجزائري لتطوير مؤسساته وحكومته كيف تقيم وضع حقوق الإنسان في الجزائر خاصة أنه في تقرير الأخير لوزارة الخارجية الأمريكية بشأن حقوق الإنسان ذكرت حالات تضييق على الصحفيين كيف بإمكان الولايات المتحدة أن تثبت الديمقراطية مبدأ حرية التعبير وتأمين حقوق الإنسان في الجزائر دعني أبدأ بالقول السلام عليكم وشكرا جزيلا لاستضافتي في هذا البرنامج أعتذر لأنني قفزت للرد على السؤال الأول فيما يتعلق بمسألة حقوق الإنسان القيم الأساسية التي تروج لها أمريكا في العالم والأساسية في السياسة الخارجية هي الترويج لحرية التعبير والدين والصحافة والتجمع السلمي تقرير حقوق الإنسان يقطي هذه المجالات ونقشنا هذه القضايا مع الدول في أنحاء العالم خاصة فيما يتعلق بالصحفيين والنشطاء المحتجزين والذين تتم ضايقتهم وكما أشرتم تقرير حقوق الإنسان لـ 2020 نشرته وزارة الخارجية وأنا أشجع كل من يتم بحقوق الإنسان أن يذهب إلى موقع وزارة الخارجية التقرير باللغة الإنجليزية ولكن نتوقع النسخة العربية بعد أسابيع هناك حوار مع الحكومة الجزائرية فيما يتعلق بحقوق الإنسان وهذا جزء من الحوار العادي وهو الشهادة على تقوية وعمق العلاقات الثنائية كثيرا ما يتردد في الجزائر خاصة في الفترة الأخيرة مطلب الشراكة ما بين الجزائر والولايات المتحدة على سبيل المثال قضية اللغة الإنجليزية إحلالها محل اللغة الفرنسية نخب تتحدث ولديها تطلعات في هذا الجانب كيف تنظرون إلى هذه التطلعات وما آفاقها على الأقل في المستقبل المنظور إحدى الأشياء المثيرة للاهتمام منذ وصولي إلى الجزائر هو عدد الناس الذين جاءوني وطلبوا تدريب في اللغة الإنجليزية مسؤولين ومدرسين وطلاب ومهنيين وقالوا لي أو احتعدتوا عن أهمية اللغة الإنجليزية لمهنهم وأيضا أهمية اللغة الإنجليزية في العالم السفارة الأمريكية نقوم بالتدريب ونوفر منح دراسية وبرامج تبادل للمدرسين وأيضا حاليا نعمل مع جامعة كولومبيا مع كلية المدرسين وهي واحدة من أفضل الجامعات في أمريكا لم يكن في العالم وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحوث العلمية في الجزائر لتطوير برنامج للجامعات الجزائرية طورنا التدريب تدريب على الإنترنت وتطوير للمناهج في الجامعات الجزائرية هدف هذا البرنامج هو أن كل الطلاب بغض النظر عن مجال دراستهم سيتمكنون من الحصول على مهارات اللغة الإنجليزية التي يحتاجونها لكن إذا نضرت من الموضوع من زاوية أوسع أو أعم هو قضية الشراكة ما بين الجزائر والولايات المتحدة وتعلمون ربما في هذه النقطة بعض التحدي وفق ما يراها البعض الجزائر أحد أهم الزبائن على سبيل المثال للأسلحة الروسية هناك أيضا محاولات صينية حفيثة للاستحواذ على السوق الجزائرية فكيف توازنون وهل من استراتيجية معينة لبناء هذه الشراكة على أمد طويل الأمد ما بين الجزائر والولايات المتحدة الشهر الماضي وفي أول خطاب رئيسي خاص بالسياسة الخارجية الوزير بلينكين قال العلاقات الثنائية بين الصين والولايات المتحدة هي واحدة من أكبر المسائل الجيوسياسية في القرن الحادي والعشرين ثم مضى يقول العلاقات الثنائية ستكون تنافسية عندما ينبغي ذلك وتعاونية عندما يمكن ذلك وخصومية عندما يتوجب ذلك فيما يتعلق بروسيا هناك محاولة من جانبها لزيادة تواجدها العالمي وتلعب دورا مفسدا على المسرح العالمي فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية الأمريكية لدينا علاقات قوية وعميقة تغطي الكثير من المجالات المختلفة بما في ذلك التعليم الذي ذكرته والتبادل الثقافي ولكن أيضا هناك تعاون أمني قوي جدا وعلاقات اقتصادية وفي هذين المجالين نستطيع أن نرى المزيد من التحسن الشركات الأمريكية والجيش الأمريكي لديه أفضل منتجات أفضل تكنولوجيا وخدمات وتدريب عظيم ونحن شركاء مثاليين هل تعتبرون يعني محاولة بناء هذا النفوذ الصيني الروسي توسعه في منطقة المغرب العربي بشكل عام والجزائر على وجه الخصوص استحديا للمصارح والسراتيجية الأمريكية كما أشرت تصريحات الرئي الوزير عفوا سنكون تنافسيين عندما نحتاج لذلك ونتعاون إذا أمكن وخصوم إذا كان يتوجب ذلك الولايات المتحدة لديها علاقات مستقلة مع الجزائر وهذا يمكن أن نقويه أيضا في المجالات التي يمكن لنا من خلالها دعم الجزائر والشعب الجزائري هل تفكرون في أن تقام علاقة اقتصادية مبنية على أساس الاستثمارات والتبادل التجاري غير ما يتعلق منه بمجال الطاقة التي توجد فيها تفاهمات مسبقة وفي أي مجال يمكن أن يحسن هذا التبادل والنشاط الاقتصادي التجاري ما بين الولايات المتحدة والجزائر الرئيس تابون تحدث كثيرا عن الحاجة لتنويع الاقتصاد الجزائري وهو يدرك أن الجزائر ديها عدد كبير من الشبان تحت سن 35 ويحتاجون إلى وظائف الجزائر عليها أن تجد طرق لتوفير الوظائف لهؤلاء الشبان الشركات الأمريكية موجودة بالفعل في الجزائر في خارج مجالات الهايدروكربون أو النفط هناك فرص بما في ذلك في البنى التحتية الاتصالات النقل الطاقة الكهربائية والصيدليات أو المواد الصيدلانية أيضا هناك قطاع الرواد في العام الماضي وزير التجارة في مؤتمر السوق العالمي ل2020 كان هناك تسمية للجزائر كواحدة من أفضل ست دول مفضلة وشركات الأمريكية استثمرت أكثر من ثلاثة مليار دولار كاستثمارات مباشرة ونحن أيضا نتطلع كي نكون دولة الشرف في المعرض الجزائري القادم بعد هذه الجائحة أيضا بالنسبة لفايزر بيتساهات شركات أمريكية أخرى تبحث عن القدوم إلى هذا السوق للمساعدة على تنويع الاقتصاد الجزائري والعثور على وظائف للشعب الجزائري تطل الجزائر كما تعلمون على نقطتين ساخنتين جنوبا منطقة الساحل بكل تحدياتها الأمنية والتنموية حتى وشرقا على ليبيا وتعلمون الوضع في ليبيا ومدى التحدي الذي يشكله لنبدأ بليبيا هل هناك نقطة التقاء أو تقارب في وجهة النظر بين كل من الجزائر والولايات المتحدة فيما يجب أن يكون عليه الوضع في ليبيا والمقاربة التي يجب أن تعتمد نعم الولايات المتحدة والجزائر أعتقد أن لديهم مواقف سياسية خارجية متشابهة فيما يتعلق بليبيا نعتقد أن كل التدخل الأجنب يجب أن ينتهي وأن القوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب يجب أن ينسحبوا حسب اتفاق وقف اطلاق النار ونعتقد أن الأمم المتحدة سهلت عملية سياسية وهي أهم عنصر سياسي الآن في البلاد والشعب الليبي يجب أن يحل هذه الأزمة سلميا الولايات المتحدة كانت مصرورة من الدعم العام الذي حصلت عليه حكومة الوحدة الوطنية والدعم لرئيس الوزراء دبيبة ومجلس وزرائه أيضا دعمنا الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر 2021 ونأمل أن تتم حسب الجدول الموضوع ما المعالجة الأنجع التي تلتقي فيها الجزائر والولايات المتحدة فيما يتعلق بالساحل فيما يتعلق بالساحل الولايات المتحدة والجزائر أيضا تتشاطران وجهات نظر متشابهة الرخاء والازدهار والأمن للمنطقة ونحن قلقون بشأن المنظمات الإرهابية التي تحاول زعزعة استقرار المنطقة الجزائر كانت قائدة رئيسية في الترويج للاستقرار في منطقة الساحل وجهود الوساطة الجزائرية واتفاق السلام مستمر ونعتقد أن هناك جهود جيدة لمساعدة المنطقة والترويج للأمن والاستقرار الإقليميين بما أنكم ذكرتم هذا الجانب الأمني هذا يقودني إلى السؤال يعني العديد من الزيارات لمسؤولين أمنيين رفيعين أمريكيين للجزائر في الفترة الأخيرة ما العنوان الأساس لكل هذه الزيارات؟ لقد كنا محظوظين أن يأتي هؤلاء الزوار إلى الجزائر كان هناك مسؤولين من وزارتي الدفاع والخارجية وأيضا قائد منطقة أو القيادة الإفريقية ومسؤولين من وزارة الخارجية كلهم جاءوا بنفس الرسالة أن الجزائر شريك ثنائي مهم للولايات المتحدة وأننا نحترم الدور الإقليمي الذي تلعبه وتحاول أن توفر قيادة في مجال الأمن والاستقرار للمنطقة وكما ناقشنا في ليبيا وفي الساحل من العاصبة الجزائرية جوتام رانا القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية بالجزائر شكرا جزيلا لك على وقتك معنا شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك